واحد من النجوم البرتغال الكبار احنا نتكلم عن روي باروس واحد من اللاعبين الكبار اللي عدوا على منتخب البرتغال واندية زي اندية يوفينتوس وموناكو سابقا معايا الان عبر زوم يا فندم شرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 اهلا اهلا بحضرتك استاذ كريم انا مبسوط جدا ان انا معاكو النهاردة مش بس ان انا معاكو على قناة مصرية لكن ان انا كمان بكلم حد مصري دي حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي وطبعا ان انا دي حاجة كبيرة جدا وشكرا على التقديم اللي حضرتك قد امتهاني دي ده شرف ليه انا اللي اتشرف جدا وبالتأكيد بداية هسألك عن المباراة اللي انتهت منذ لحظات بين منتخب البرتغال وجورجيا رغم تأهل البرتغال في صدارة مجموعة ولكن نتيجة كانت مفاجأة بعض الشيء هي صدمة يعني للأسف هي صدمة ولكن هي البرتغال تأهلت زي ما انت قلت بس احنا خسرنا خسرنا هبتنا في الملعب لان احنا عندنا من احسن لعيبة في العالم وكنت اتمنى بشكل شخصي ان احنا نكسب ماتشة زي ده مش بس ان احنا ننزل ماتشة يبقى تحصيل حاصل احنا كنش جاهزين قوي انا مش شايف ان الفريق كان جاهز قوي لمباراة بتاعة جورجيا ولكن اتمنى ان الماتشات اللي جاية الفريق قدي بشكل احسن من كده ويبقى عندهم الروح تلعب بها احسن من كده هل شعرت ان لعبي منتخب البرتغال بيحاولوا طول الوقت ان هما يساعدوا كريستيان رونالدو لكسر العديد من الارقام الكراسية كثير من الكرات كانت لابد ان تذهب دائما وابدا لكريستيان رونالدو هو موضوع مش ان هما بيحاولوا يساعدوا لكن كريستيان هو لعيب كبير حتى لما بيلعب وسط زميله في المنتخب البرتغالي بيبقى ليه شكل وليه طريقة وليه هيبة وكله بيبقى حابب ان هو يخلص في الماتشات المهمة اللي زي البرتغال الليعب فيها واللي بيلعب فيها انا ببقى حاسس ان اللعيبة بتبقى مترددة ان هي تحاول تشوط عشان القرى ما تضعش او الفرصة ما تضعش ففي نفس الوقت بيحاولوا ان هما يدوا حد موصوق منه ان هو يقدر يخلص ولكن طبعا ده من وجهة نظري انا مش شايفه صح خالص يعني هل طرع ان فرص البرتغال في الفوز بهذه البطولة مازالت فرص كبيرة ام تقلصت الفرص من وجهة نظرك بعد الخسارة اليوم عمام جورجيا صعب ان انا احكم دلوقتي لاني النهاردة انا كان عندي احساس ان احنا نكسب النهاردة وما زلت يعني مش هتحك عليك انا ما زلت عندي الاحساس ده انا ما زلت عندي احساس ان البرتغال هتكسب وهتعدي ولكن في مفاجآت كتير او بتحصل النهاردة اكيد مش انا بس المتفاجئ يعني العالم كله بس فيه فرق كتيرة زي اسبانيا زي ايطاليا فيه فرق كبيرة وفيه فرق بتلعب بتلعب بطريقة ومدرسة مختلفة فلو البرتغال ما لعبتش بطريقة البرتغال اللي كل الناس عارفاها الموضوع هيبقى صعب سؤال اللي جاي لك يخص البطولة بشكل عام هل ترى ان اليورو هذا العام يورو قوي بطولة قوية ام لم تزرقه حتى الان انا شايف انا شايف اني اني لأ طبعا مش دي احسن نسخة من اليورو لان الاول كان فيه كان فيه لعيبة اكتر موجودة اه كان فيه لعيبة اكتر بتنافس اه انا شايف اني اني النسخة دي هي مش احسن نسخة مش احسن نسخة في اليورو وطبعا وطبعا هي مش اسوأ نسخة برضو لاني كان فيه اسوأ من كده وكان فيه اسخة من كده زمان ولكن ولكن انا شايف اني اني النسخة دي اه اللعيبة مش مش عندها الروح اللي كانت عند اللعيبة القديمة اه والناس مش عايزة تشتغل زي زي ما الناس كانت بتشتغل زمان يعني زي زي ما انا كنت فيهم الان في الملأ برتغال حققت يورو 2016 بمعجزة بعد السعود من دول الاول بثلاث نقاط فقط هل تتوقع ان دون معجزة تستطيع البرتغال ان تفوز بالبطولة هذا العام احنا البرتغاليين عندنا روح عندنا الامل ان احنا نكسب واحنا واسكين دايما في فرقتنا عندنا اكبر اللعيبة اللي بتلعب في فرق العالم كلها مش بس في اوروبا اه بتلعب في اوروبا ودلوقتي زي كريسيان ورونالدو بيلعب في فرقة تانية عربية ولكن فرقة قوية فعندنا الامل ان احنا نكسب طيب السؤال اللي جاي لك يخص توقعاتك لابرز المرشحين لهذه البطولة بجلب المنتخب البرتغالي بكل تأكيد في اسبانيا وانجلترا دول اقوى دول اقوى فرقتين انا شايفهم بيلعبوا بيلعبوا كورة بيلعبوا بروح انهم عايزين يكسبوا كأنهم نزلين جاعنين كورة هل نسيت المنتخب الالماني ام لا ترشحه لا منستهاش انا منستهاش بس انا شايف ان اسبانيا وانجلترا بانجلترا احسن انجلترا بتحاول وبتلعب بشكل كويس المانيا لعبت كتير المانيا لعبت كتير في الشامبيونشيب بتاعت اليورو ولكن مزاي انجلترا بس انجلترا نازلة عايزة تحقق سكور نازلة عايزة تحقق الشامبيون يعني هل لعبين بعينهم لفتوا نظرك في هذه البطولة في لعبين عجبوك فيه لعيبة كتير فيه لعيبة كتير انا مش عابب اسمي حد وانصح حد ولكن انا شايف ان فيه لعيبة كتير ويمكن انت تبقى يبقى انت اصلا يا كريم هتبقى اقوى مني في الزاكرة لان انت اكيد شغلك بتتابع اكتر مني لان انا على طول مشغول الايام دي بس انجلترا فيها لعيبة كتير كويسة واسبانيا فيها لعيبة كتير كويسة وطبعا انا هتكلم على المنتخب بتاعنا البرتغالي زي CR7 كريستيانو ولكن فيه لعيبة كبيرة زي ما فيه فرق كبيرة بس اكيد انت متابع اكتر مني واضرى مني بالاسماء بعيدا عن اليورو في مصر هنا مدرب برتغالي كبير يدرب نادي الزمالك في الوقت الحالي هو جوزيغو ميز هل تعرف جوزيغو ميز ولو تعرفوا ماذا تعرف عنه وما هو اكثر ما يميزه كمدرب طبعا اعرفه طبعا يو كيف سي عاشا ديلي هو انا اعرفه 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 بطريقته اللي انا شفت ليه مرة تدريب او شفت ليه مرة ماتشو ولكن معرفوش شخصيا بس انا شايف ان اي مدرسة برتغالية او اي مدرسة لاتينية بيبقى ليها شكل مختلف كتير فاتمنى ان هو يغير الشكل الكرة المصرية في الفريق الكبير اللي بيدربه روي باروس نجم منتخب البرتغال ويومنتس وموناكو السابق انا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم